اشتركوا في القناة 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 اتناشر الف جنيه تصدد باقصات سنوية متساوية لمدة ست سنوات بنسبة فائدة قدرها عشرة في المية المطلوب تقدير الاقصات السنوية على هذا المشروف تقدير الاقصات السنوية على هذا المشروف ده المسال انا اخدناها الاسبوع اللي فات وبرضو بنعيده تاني. طب هنجيبه ازاي يا استاذ? تعال نشوف الحل بتاعه الزاب. اول حاجة. قيمة القرض المتساوى او القسط المتساوى او قسط القرض المتساوى. قسط القرض المتساوى. انا عندي قرض قيمته قديها استاذ? اتناشر الف جنيه. الرجل عطهولي على كم سنة? عطهولي على ست سنين. يبقى انا اقول المعادلة بتاعتي بيقول او القانون بتاعي بقول قسط القرض المتساوى بيسوي قيمة القرض على عدد سنوات السداد. يعني اتناشر الف جنيه على ست سنوات. يبقى كل سنة هدفع الفين جنيه. لكل سنة ايه? هدفع الفين جنيه. انا قلت البنك بياخد مني حاجتين. البنك بياخد مني حاجتين. دي اول واحدة. اول حاجة بياخدها البنك. اللي هي فلوسه. اللي الدهالي. البنك اتناشر الف جنيه. اداني اتناشر الف جنيه. قال لي الاتناشر الف جنيه دي هتاخدهم على ست سنين. هتدفع كل سنة الفين جنيه. طبع كل سنة الفين جنيه. ده الكلام اللي بقول لها هو. يبا كده الست سنين البنك هياخد ايه? لمدرب ستة في اتنين باتناشر. اللي هم هياخد فلوسه على مدار الست سنوات. طيب. ايه الاستفادة اللي استفادتها البنك في الموضوع ده? دلوقتي ما استفادش حاجة. لا ده لازم يستفيد. قال لك اه هياخد فايدة. البنك هياخد فايدة على فلوسي. ازاي يا استاذ? طبعا. البنك قال لها هياخد عشرة في المية فايدة على قيمة القسط المتبقي. او قيمة المبلغ المتبقي. بلاش القسط. قيمة المبلغ المتبقي. ازاي? طيب. تعال انا ما نورها لك في الجدول اقولها لك كده ايه? شافع. احنا خلصنا ان انا مطلوب مني كصاحب مشروع هدفع للبنك كل سنة الديه. هدفع للبنك كل سنة الفين جنيه ده كلام خلصنا منه كلام نهائي. اللي هم اللي اتنشر الف جنيه هدفعهم على ست سنين دي بكل سنة هدفع البنك الالفين جنيه بتوعه. تمام. ده ايه الحق البنك الاولان. طب الجزء التاني اللي هو الفايدة بتاعته. قال لك هياخد عشرة في المية على المبلغ المتبقي. طيب. انا اول سنة كان مبلغ يقديه يا استاذ. كان مبلغ كله. انا اخدت المبلغ كله في اول سنة. يعني عندي كم الف? عندي التناشر الف. طيب. يبقى هاخد منهم عشرة في المية. صح? البنك هاخد منهم الفايدة عشرة في المية. عشرة في المية من التناشر الف الف ومتين جنيه. الالف ومتين جنيه دولت هيدفعهم بالاضافة للالفين جنيه اللي هو هيدفعهم تانيين يبقى هيدفع للبنك تلات تلاف ومتين جنيه في السنة الاولانية. صح? صح. تعالي بص كده عشان ايه? ما تتوشي مني. اهو. بص يا حبيب. انا قلت لك لما تيجي تحل المسألة دي احنا كتبنا الكلام اللي قلناه في الاول. هنجيب قيمة القصة اه الركزة ونعرف اللي دالك هزا. الجدوى اللي هنرسمه اللي هاخد عليه في حل في الامتحات. اللي هدين عليه في درجات. عبارة عن خمس اعمدة. عبارة عن خمس اعمدة. العمود الاول حكتفيه السنة. العمود الثاني حكتفيه اصل القرض في اول السنة. اصل القرض في اول السنة. العمود التالت حكتفيه قصة السنوي اللي هدفعه كل سنة. العمود الرابع حكتفيه الفايدة اللي هياخدها البنك مني. العمود الخامس المبلغ اللي هياخده البنك في السنة اجمال الفايدة مع القصة. اجمال الفايدة مع الايه? مع القصة. ده الخمس اعمدة اللي هم هتعطوا عندي في الحل المسألة بتاعتي. عمود اكتفيه السنة. سنة الاولى السنة التانية السنة التالتة العمود اكتب فيه اصل القرض في اول السنة العمود فيه تالت هكتب فيه القسط السنوي العمود الرابع هكتب فيه مبلغ الفايدة اللي هاخدها من البنك في خلال السنة العمود الخامس مجموع المبلغ الفايدة مع القسط يديني المبلغ اللي هياخده البنك مني كل ايه سنة تعال نشوف المسألة بتحلل ازاي تعال السنة الاولى شوف السنة الاولى تعال العمود بتاع السنة? احنا في السنة الاولى. تمام اهي? السنة الاولى اهي. المبلغ كان في اول السنة كان قديه كله كان اتناشر الف جنيه زي ما قلنا هو. البنك الدهوم لده في اول سنة. طيب. انا هدفع منهم قديه ها استاذ? هدفع منهم الفين جنيه. يبقى القصة اللي انا هدفعه كل سنة. طيب. ده اول واحد. طيب تعال للرابعة بقى. بقل لك الفايدة على المبلغ. طيب. انا اخد فايدة قديه? انا هاخد عشرة في المية من المبلغ. يبقى اتناشر الف جنيه في عشرة من مية. هيديني الف ومتين جنيه. لما اجمع الالف ومتين جنيه ده همت. على الفين جنيه ده همت. هيديني مجموحهم تلات تلاف ومتين جنيه. يعني مع معنا ذلك البنك هياخد مني في اول سنة مبلغ تلات تلاف ومتين جنيه. تلات تلاف ومتين جنيه. طيب ده خلصنا من اول سنة. تعال على السنة التانية. المبلغ اللي اتاخد منه الفين جنيه السنة فاتبقى اهدي يا يا شباب. بقى عشرة الاف جنيه بس. صح ولا غلط? بقى عشرة ليه يا استاذ اننا دفع منهم الفين السنة اللي فاتي. انا في بداية السنة التانية حاليا. انا حاليا ببدأ السنة التانية. انا خلصت من السنة الاولى. دفعت الفلوس اللي عليها للبنك من السنة الاولى. فمن ضمن الفلوس دي انا دفع الفين جنيه. فيصبح عليها للبنك قديه عشرة الاف جنيه. هدفع منهم قديه? هدفع منهم الفين. وحتفع منهم الفايدة على كم بقى? على عشرة. مش على الاثناشر. الفايدة على عشرة مش على الاثناشر. يبقى حيبقى عشر تلاف جنيه. في عشرة عالمية بالف جنيه. الف جنيه فايدة. مع الفين جنيه قسط يبقى هدفع للبنك تلت جنيه في الايه في السنة دية قسط وفايد. قسط وايه? وفايد. تمام. خلصنا من السنة التانية. خش على السنة التالتة. المبلغ بقى تامن تلاف جنيه لانه دفعت منه الفين في اول سنة والفين في تاني سنة. فالباقي عندي في اول السنة التالتة تامن تلاف جنيه. هدفع منهم برضو الفين? وحتفع ISO هدفع الفايدة بتاعتي على التامن تلاف. يبقى عشرة فيالمية من التامن تلاف بتمتمميت جنيه. يبقى انا هدفع الفين وتمنميت جنيه السنة هي السمادة. اما الايفين القصة السابت والاتناو بتقوم على الفايدة يبقى الفين وتمنميت جنيه. خلصنا من السنة لاتالتaka? التالتaka. الخش على الربعة وهكزا. الربعة انا collapse ايه? في الاولى الفين. وفي التانية الفين. وفي التالتة الفين. يبقى اول الرابعة فادل عندي قدمة لون وط milliseconds الف. كده ستة الاف افهم. يبقى بقى عن ستة الاف جنيه. هدفع منهم الفين جنيه. وبالاضافة للفايدة كمان. الفايدة هتبقي على مين يا شباب? على المبلغ انا? على ستة الاف جنيه. يبقى عشرة في المية من الاف جنيه. هيديني ستمائة جنيه. هيديني ستمائة جنيه. يبقى انا هدفع الفين والستمية يبقى الفين وستمائة جنيه. الفين وستمائة جنيه. خش عالسنة الخمسة بقى اربعة تلاف هدفع منهم الفين. والفايدة على اربعة تلاف بقى ربعمائة جنيه بقى الفين وربعمائة. السنة الستة الاخر الفين عندي هدفعهم. والفايدة بتاعتهم كمان متين جنيه. يبقى اخر اخر السنة ستة هدفع الفين ومتين جنيه. انا جنيه. انا دفعته ستاشر الف ومتين جنيه. كنت اواخد اديه انا اساسا. كنت اواخد اتنصر الف جنيه من البنك. يعني البنك يخد مني فوائد اربع تلاف ومتين جنيه على مدار الست سنوات بتوع. على مدار الست سنوات بتوع. تمام? يبادية اول طريقة من طرق تزديد القروض اللي هي اللي ايه? طريقة تزديد القروض القرض على اه فايدة بسيطة على ايه? على مدار السنوات اللي اعطها للبنك. الطريقة التانية بقى شبيهة بالزبط بيها. بس البنك ميزني بميزة. اعطاني ميزة. ايه الميزة دي? تعال نشوف. تزديد برضو قيمة اصل القرض بلغ مسانوية متساوية مع دفع فائدة اه دفع الفائدة سانويا مع على الجزء المتبقي من قيمة اصل القرض غير مسدد وذلك بفرض وجود فترة سماح للمشروع لتزديد القرض. تمام. يعني ايه? البنك بقول لي ايه يا استاذ? بقول لي نفس الكلام بتاع المثال السابع او الطريقة الاولى. الطريقة الاولى كان بقول لي انا هندي قرض على مدار ست سنوات. هتدفع حملة على ست سنين. هتدفع لي اصل القرض. وتدفع لي الفايدة. صح الكلام? الكلام اللي كان بقول له. انا بدأت من اول السنة. من اول سنة. من اول سنة. بدفع. جزء بتاع ايه? اصل القرض. مع الفايدة. صح الكلام? نحن متفقين على ايه? السنة الاولية دفعت الجزء. التانية دفعت الجزء. انا عاسمتهم عاست سنوات. طالع انه كوني سنة هتفع الفين جنيه. يبقى دفعت الفين السنة اولانية. الفين التانية. الفين التالتة. الفين الرابعة. وانت ماشي كده. لغاية ما خلصتهم. عا ست سنوات. لأ البنك بقول لي ايه بقى دلوقت الطريقة التانية بتزيل خروض. بقول لي انا حديك فترة سماح. حديك فترة سماح. نفس الكلام بس حديك فترة سماح. يعني ايه فترة سماح? يعني هقولك مثلا انت اواخد منه اتنصر الف جنيه وست سنين. لا يا عم سددهم لي على الاربعة الاخرانيين. سددهم لي على الاربعة الاخرانيين. يعني ايه الاربعة الاخرانيين? يعني السنة الاولى والسنة التانية مش يواخد منك فلوس. السنة الاولى والسنة التانية مش يواخد منك ايه? فلوس. صح الكلام ده? بتاع نشوف كده بتعان شو بقول لك في هذه الحالة يمنح المشروع الصغير فترة سماع بعدد محدود من السنين على ان يبدأ في تسديد اصل القرض بعد فترة السماع مع سداد الفائدة على اصل القرض في سنواته تسلم يعني ايه يعني انت اخدوا المثال اقترض صاحب مشروع مبلغ خدره اتناشر الف جنيه سدد باقصات سنوية متساوية من ست سنوات نفس الكلام فايدة قدراء عشرة في المية ايه يعني اقفنا عندي كده ابدأ بقى زيادة بقى هي على ان يحصل المقترض على فترة سماع لمدة سنتين يبدأ بعدها تسديد القرض مطلوب تقدير الاقصات السنوية على هذا المشروع تمام بقول لي نفس المثال السابق نفس المثال السابق اللي بقول لي ايه اداله اتناشر الف جنيه قرض حيتسدد على ست سنوات وفايدة عشرة في المية بس الميزة اللي ما يزهاله في هذا المثال انه قال له هنديك فترة سنتين سماع سنتين سماع طيب سؤال يا شباب الوادي الزاكر اللي حيجاوب علي فيه وقول لي السماح دي في ايه السماح اللي هياخده الراه المقترض سماح من ايه البنك هيديه سماح من ايه اقول لي كده البنك هيديه سماح من تزديد اصل القرض هيديه سماح من تزديد اصل القرض يعني ايه يا استاذ يعني احنا قلنا في المثال اللي قبل كده قلنا في المثال السابق اتناشر الف جنيه اتناشر الف جنيه هيسددهم على ست سنين يبقى كل سنة هيددله اديه? كل سنة الراجل هيتطلع من جيبه الفين جنيه تفحه. ايش دعو بالفايدة? انا راكل الفايدة على نحن. انا راكل الفايدة على نحن. تمام? تمام. لأ المسال ده بقول له ايه? بقول له هما الاتناشر الف جنيه بس مش عايز منك تزديد للسنة الاولى ولا السنة التانية. يعني الاتناشر الف جنيه هيبدأ تزديدهم من السنة التالتة الرابعة الخامسة الستة. صح الكلام? صح الكلام? ده كلام اللي انا فهمته منه هو. تعلمون كده? طيب. ده السماح بتاعه. يبه هو سماح له. الباكة باخد كم جزء مننا يا شباب. كم شق مني باخد شقين. اتفاقنا عليه في المسال اللي فات. هو سماح له في الشق الاول. اللي هو طاع اصل القرن. انه هو بدلا ما هيسدد كل سنة ايه? من اول سنة? لا هيسيب اول سنتين مش هيسدد فيهم. هيتدل تزديد من السنة التالتة. تزديد من السنة الايه? التالتة. طب الشق التاني ايه الكلام فيه? الشق التاني. اللي هو بتاع ايه يا شباب? بتاع الفايدة. ايه الكلام في الشق التاني? ما فيش كلام فيه. ما فيش اي كلام. البنك ده خطة احمر. يعني ايه? يعني فيدتك من اول سنة. ازن السماح فين? في اصل القرض. السماح في اصل القرض. اندما الفايدة ما فيهش سماع. يعني البنك هياخد فيدته من اول يوم. من اول يوم. هياخد فايدة على السنة الاولى. هياخد فايدة على السنة التانية. هياخد فايدة على السنة التالتة. وانت ماشي. فهمتوا حاجة? تعالنا نشوف حل المسال بيقول ايه? تمام. حل المسال. قسط القرض المتساون. قيمة القرض على على السنوات. طيب. الكلام ده صح ولا غلط? بص معايا كده? قسط القرض المتساوب على فترة السماع. بيساوي اتناشر الف جنيه على اربعة. يساوي تلات تلاف جنيه. الكلام ده صح ولا غلط? صح ولا غلط? صح? لان انا هتفع الفلوس دي بس في اربع سنين بس. هتفع الفلوس دي في اربع سنين بس مش في ست سنين. فطبعا لما اقسمهم على اربع سنين مش هتتفاقنا اللاحي ديني سنتين سماح? يب께 هتفع من السنة التانية من السنة التالتة الرابعة الخمس ال ستة اربع سنين. طب لما بقسم الانتناشر الف جنيه على الاربع سنين يبقى كل سنة فق لدي ايه? ايه? تلات تلاف جنيه? صح الكلام? اذا انا هتفع كل سنة هدي يا شباب? تلات تلاف جنيه بس من السنة التالتي? من السنة الايه? خليكم فاكرين. طيب. دي نمرة واحد. دي نمرة واحد. النيمرة اتنين. الفائدة على المبلغ المتمقت. سوي المبلغ المتمقي في سعر الفايدة. ويمكن اجاز سلوب تقدير القصة سابق وقيمة الفايدة في الجدول الايه? التالي. تعال نشوف الجدول التالي بقول ايه? نفس الجدو. نفس الجدول الدكر. الخمس اعمدة بتعنى. الخمس اعمدة بتعنى. العمود الاول فيه الست سنوات موجودين هم. الست سنوات موجودين هم. تمام? العمود التالي في اصل القارض. العمود التالت في القصة مدفعة كل سنة. الرابع في الفايدة. الخامس في مجموعة القسط مع الفايدة. زي ما تكلمنا كده. خليك فاكرهم كده. عشان ما تريد ترسيبه في الامتحان ما تنسووش. الاولان في السنة. التاني فيه اصل القرض في اول السنة. التالت فيه قيمة القسط. الرابع فيه الفايدة. الخامس فيه مجموعة الايه? القسط مع الايه? مع الفايد. مجموعة القسط مع الفايد. تعال نشوف السنة الاولى. كان المبلغ قديه في السنة الاولى يا شباب كان المبلغ في السنة الاولى اتناشر الف جنيه اتناشر الف جنيه بص كده سنة سماح يعني ايه سنة سماح يعني انا مش دافع فيها قصد بس للاسف حدفع فيها ايه فايدة حدفع فيها ايه فايدة يبقى الفايدة بتاعتي اتناشر الف جنيه في عشرة في المية الف ومتين جنيه يبقى انا اول سنة حدفع قديه الف ومتين جنيه. قدفع 1200 جنيه. تمام? تمام. طب تعالي السنة التانية. المبلغ آآ قال له اللي ما قلش. اللي 12000 جنيه قال له اللي ما قلوش. ما قلوش. هيقول له ليه? دهما ما دفعتش منهم حاجة. يبقى اول السنة التانية المبلغ اللي البنكة عندي ليها عندي ليها عندي 12000 جنيه. صح? صح. هياخد عليهم فايدة اديه? برضو 1200 جنيه. يبقى السنة التانية برضو هدفع 1200 جنيه. يبقى انا دفعت في السنة الاولى 1200 جنيه. والسنة التانية دفعت 1200 جنيه دول اتنين الفايدة بس. الاتنين الفايدة دول سناتين اصلاها اهم. انا ما دفعتش قص طة خالص. عصاني سماح. دفعتش قص طة دفع الفايدة بس 1200 في الاولانية وال auf200 في التانية. طب نخش على السنة التالتة. بداية السنة التالتة. المبلغ هيبقى ايه? كان. هو نفس المبلغ هو نفس ما. ما قالش? هو نفس المبلغ هو هو ده انا دفعت منه حاجة? ما دفعتش منه حاجة. هما هتنشر ألف جنيه زي معا هم. حاتظي يدفع منهم بقى! لان انا ما تفع انا هدفع من اربعة سنين اخرانيين. طيب. هدفع تلات تلاف جنيه شفت بقى بص السنة التالتي. الربع. الخمسة الستة. كل سنة فيهم قدي تلات تلاف جنيه هم. اسمتوا الاتنشر على الاربع ايه? سنين. اتقسموا الاتناشر على اربع سنة مجموحهم اتناشر تحت هم لان الاولانية ما فيش التانية ما فيه في المثال اللي قبل كده السابق كان كله اتنانات من منازل كده كان كله اتنانات انما هنا فيه سنة سماح هنا فيه سنة سماح يبقى لازم الاتناشر الف جنيه يخلصوا على ايه اربع تلتات هم اربع تلتات تلت تلاف السنة التالتة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة ستة مجموحهم اتناشر الف جنيه تمام انا جيت باتفع سنة بسنة. يبقى ازا انا في السنة التالتة هتفع تلات تلاف جنيه الاولانيين. بالاضافة للفايدة. على ايه? على المبلغ كله برضو موسى موجود كله او. يبقى هتفع مية الف ومتين جنيه. يبقى السنة التالتة هتفع اربح تلاف ومتين جنيه. السنة التالتة هتفع اربح تلاف ومتين جنيه. تمام? اربح تلاف ومتين جنيه. الا السنة الرابعة نزلوا تلاتة بقوا تسح تلاف هتفع منهم تلاتة وحتفع الفايدة على تسعة تسعممت جنيه يبقى هتفع المبلغ كله تلات تلاف وتسعممت جنيه تلات تلاف وتسعممت جنيه ادخلوا على السنة الخامسة هيبقوا ست تلاف لما نزلهم تلاتة كمان بقوا ست تلاف جنيه هتفع منهم تلاتة والفايدة بتاعت ست تلاف ستممت جنيه يبقى هتفع تلاتة ستمائة جنيه. تلاتة الالف وستمائة جنيه. السنة الايه? الستة والاخيرة هتفع اخر تلات تلاف جنيه على الالية للبنك. صح كلام? اللي هم اخر تلات تلاف جنيه على الالية للبنك هتفعهما همت. بالاضافة لفايدتهم كمان. اللي هي تلتمائة جنيه يبقى هتفع في اخر سنة تلات تلاف وتلتمائة جنيه. تعال امس بقى على المبلغ كله قديه سبعتاشر الف وربعمائة جنيه. سبعتاشر الف وربعمائة جنيه. شايفين حاجة. ايه اللي تشوفينه? مجموع ايه? سبسائل الف جنيه. اه سبسائل الف وربعمائة جنيه دولار. مجموع الايه? المبلغ الاساسي اللي هو القرد. ومجموع الفايد. صح كلام? القرد والفايد. القرد اتناشر زي ماهو. شفت الفايدة عاملة ازاي? خمس تلاف وربعمائة جنيه. انا في فاكرة في المسألة اللي فاتت كانت الفايدة اربعة تلاف ومتين جنيه. كانت الفايدة اربعة تلاف ومتين جنيه. يعني النظام ده هو زود فلوس البنك زود فايدة البنك اي نعم هو خدمني ان انا في اول سنتين ما دفعت اربع تلاف جنيه صح الكلام شال مني اربع تلاف جنيه ما دفعتهم شي بس خد مني فايدة اكتر في خلال السنوات ده هيت يبقى خد مني فايدة زيادة عندكم بحوالى الف بني الف وشوية يبقى لي الطريقة التانية من طرق دفع الايه القروب طرق تزديد القروب فايدة بسيطة فايدة بسيطة بقول لي هو نوع واحد بس ليه شقية عشان ما تلخبطش المسألتين اللي خدنهم دولة نوع واحد بس شقية بدون سماح وبسماح الاولان بدون سماح عالثاني قرض مبلغ من المال على عدد سنواته بفايدة كازي هنقسم الاصل القرض على عدد السنوات كل سنة هندفع كازي وندفع الفايدة بتاعت كل ايه بداية كل سنة لما مبلغ بينزل معايا كل شوية مبلغ متبقي اللي اتنشر بقى عشرة عشرة بقى ايه تمانية تمانية بقى ستة ستة بقى اربعة اللي بقى بقى اتنين وانت ماشي كده تمام كده كل سنة بدفع الايه الفايدة بتاعت المبلغ الايه المتبقي ده بالنسبة لمن غير سماح نفس الكلام بسماح عطاني سماح من اننا مدفع شيء اصل القرض في السنتين اولا او جزء من ايه القسط السنوي بتاع اصل القرض السنتين اولا ايه خلى تنصر الف جنيه بتوعي بدى ما هيدفعوا اتدفعوا على ستة سنوات خلاهم اتدفعوا الاربع ايه سنوات بس يبقى ازا هدفع انا في الاربع سنوات الاخرانيين من التالتة ورايح لغاية الستة هدفع كل سنة تلت تلاف جنيه عشان خلص الاتنصر الف جنيه بس للاسف البنك بتاعه هياخد فايدته مني من اول سنة. من اول سنة وعلى المبلغ اللي ايه اللي عندي. على المبلغ اللي ايه اللي عندي. نجد في الطريقة التانية ان البنك خد مني فايدة اكتر من الطريقة الايه الاولى. خد مني فايدة اكتر من الطريقة الاولى. دي الطريقة الاولى او الطريقتين الاولى اللي ايه تصديد اصل القرض بفايدة ايه بسيطة سواء بسماح او بدون سماح. ده النوع ايه النوع الاولاني او النوعين الاولانية اعتبره من نوع بشقين او اعتبره من نوعين هم اربع طرق يعني كلهم تعال خوش على النوع التاني اللي هو بقى اصل القرض والفايدة المركبة عليه دي كتكتفايدة ايه يا استاذ كتكتفايدة بسيطة دي كتكتفايدة بسيطة انما ده بقى فايدة مركبة فايدة مركبة ازاي يمكن حساب قيمة المبلغ السنة والذي تضمن اصل القرض والفايدة عليه عن طريق ضرب قيمة اصل القرض في عام لاسترداد رأس المال عند سعر الفائدة المحدد وعدد السنوات واسترداد القرض المحدد لاسترداد ايه لاسترداد ذلك المتاع يعني ايه دي ايه الكلام دي ما فهمناش حاجة موضوع سيال جد الاول في طريقتين دكهم كنت بادفع القسط لوحده وادفع الفائدة لوحده وجمع الاثنين على بعض واعمل الشغلانة واستغالة واعمل هيسة وضم بليطة لأ ده بقى في حاجة اسمها عامل استرداد رأس المال عامل استرداد رأس المال جداول حسابية موجودة عند ايه موجودة موجودة يعني بس انت مش لازم تشوفها يعني ولا تبلغت علاقة بيها فيها ارقام عند كل سنة بفايدة يعني ازاي الجداول دي موجود عشان بس ايه اضحها لك سريع كده الجداول دي الرأس بتاعها عالد السنوات الافقي اه الرأس عالد السنوات الافقي الفايدة عشرة في المية 12% 15% 20% فيقول لك الرقم اللي اللي تقاطع اربع سنين مع عشرة في المية يبقى رقم كز تقاطع اه ست سنين مع عشرة في المية يبقى كز تقاطع انت فهمتوا كلام يعني ايه ده المربع التقاطع فده يسمونه الجداول بتاعة ايه معامل السرداد يبقى قول لك معامل السرداد ده المبلغ السنوي الذي يسدد قرضا قيمته وحدة نقدية وحدة خلال فترة زمانية محددة من السنتين من الفائدة المركبة على الرصيد المتبقي غير المسدد من اصل القرض على الرصيد المتبقي من اصل يعني هو اه يعني مبلغ بتفع لقرض قيمته وحدة 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 فمدة من زمانية ايه محددة ويمكن الحصول على عوامل السرداد رأس المال عند اسعار فائدة مركبة مختلفة وعند عدد مختلف من السنوض الطريقة مباشرة من جداول تركيب الفائدة والخصم الخاصة بتقييم المشروعات طب عند جداول احنا مش عايزين ايه نخش عليها وندخل ايه فيه لان انا في المسألة بتاعتي الراجل المشكور حيديني المعامل جاهز يتعديني المعامل جاهز بقول لك المسال بقول لك اقترض صاحب مشروع زراعي مبلغ قدره 12000 جنيه سدد باقصات سنوات مدة ست سنوات بفائدة مركبة قدرها 10% المطلوب تسدد اصل القرض والفائدة مركبة عليه علما بان عامل استرداد رأس المال المقابل لسعر الفائدة المسكور عن ست سنوات هو علامة 22996 واحد ده المسألة ده المسألة عكس المسألة كانية خالص هي تقريبا قريبة منها المبلغ واحد الست سنوات واحد الفائدة 10% برضو بس دي كانت كانت فائدة بسيطة دي فائدة ايه مركبة دي فائدة مركبة طريقة حل المسال ده ازاي يا استاذ صهلة جدا 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 واسهل من ديك اول حاجة انا طلعت بالمثال بايه يسا بقول لك او طلعت بالمثال بايه قيمة القرض اتنصر الف جنيه صح معدل الفائدة للسانو المركب 10% صح اجل القرض لمدة سادات ست سنوات صح صح انا غير كلام من برا اول كلام انا طلعه من مسألة وانت بتحل المسألة كده طلع الحاجات قدامك عشان خاطر تيب بقى انت بتشغل صح تقول اصل القرض كازي الفائدة بتاعته 10% ايه الاجل كازي او ست سنوات يعني ايه المدة القرض كازي طيب عامل ستزاز رأس المال كازي انا كله جايبه ايه 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 تراجع الجداول الخاصة بزلك دي من ايه زعب الجداول لو هو راجل جايبه هو لي جايبه لي جاهزة هو يبقى انا هقول لك ايه انا طلعت كم حاجة عندي كده خامس حاجات من المسألة دي طلعت من المسألة دي خامس حاجات ايه هما يا ستاز اصل القرض نشر الف جنيه مدة السنوات ست سنين الفائدة بتاعتي ست عشرة في المية تمام كده اه اربع حاجات عامل السرداد علامة اتنين اتنين تسعة ايه ستة واحد دول انا عايزهم في حل لهذه المسألة دول انا عايزهم في حل لهذه المسألة طلعت حال زي المسألة والستاز انا كده اول حاجة عملتها ان انا طلعتهم من الايه من المسألة سهلة تطلعهم سهل جدا سهل جدا ده حاجة بسيطة خلص يعني الحل بقى قال لك قيمة القسط السنو السابت يساوي قيمة القرض في عامل السرداد رأس المال بس كده خلصة على كده يزن قيمة القسط السنو السابت بتساوي اتناشر الف جنيه في علامة اتنين اتنين تسعة ستة واحد بساوي الفين سبعمية خمسة وخمسين جنيه في السنة الفين سبعمية خمسة وخمسين جنيه في السنة وفي هذه الحالة يسدد القرض الذي قيمته اتناشر الف جنيه على ست سنوات بدفع قسط سنوي سابت نقداره الفين سبعمية خمسة وخمسة ايه الحلاوة دي دي حاجة سهلة خالي قادة الجدول بتاع هذه جدول بتاعي سنة القسط السنة ست سنوات وقامل كل سنة انت ماتش كتير صعبة المسألة دي ولا فائلة الصعوب بس انا طلعتها صح واشتغلتها صح اطلع ارقام صح اطلع فايدة صح اطلع المدة بتاعت صح وهكذا يبقى انا شغال ايه صح يبقى انا شغال صح ده النوع الايه التاني التاني في الشق الاول بتاعه اعرفنا بقى هنو منوعين فايدة بسيطة وفايدة مركبة الفايدة بسيطة بسماح وبدون سماح وبرضو الفايدة البسيطة باي ايه سماح انا خدنا اللي بدون سماح فايدة اهو مركبة قالك ست سنوات عشرة في المية فايدة كلام من ده كله قال للرجل اهو حنجيبها ازاي هستاذ هنضرب رأس المبلغ القصص بحاله في المعامل اداني المبلغ معين ده المبلغ اللي بتدفع كل سنة يبقى الراجل ساحب القرض ده هو هيدفع في نهاية ده ست سنوات مبلغ مجموعه 16.530 جنيه على مدار ست سنوات كل سنة هيدفع 2755 جنيه لو لاحظنا احنا في الفايدة البسيطة كان الراجل بيدفع كل سنة اقل من السنة السابقة لو لاحظنا في المسالين الفاتو من الاتنين مش مسال واحد ان كل سنة بيدفع ايه اقل من السنة السابقة في اللي هي بدون سماح كانت ظهرة جدا من اول سنة تاني سنة تلت سنة وتناشر كده كانت بتنزل لان الفايدة كانت ايه بتنزل لان الفايدة كانت بتقيل كل سنة السنة الاول لانية كانت الفايدة الف ومتين السنة الاول التانية كانت الفايدة الف السنة التالتة كانت الفايدة اه تمنمية او تسعمية وهكذا تمنمية ستمية ربعمية متين بس انت لقيته هو بيدفع الفين يعني ثلاثppe العمثين بقوا تلاثppebi بقوا العملين ابنوا 1300 الفين عملين موتين ده بالنسبة للا ايه اللي يهي بدون سماع يبقى كل سنة كان باية بتنزل الراجل كان بيدفع اقلي من السنة اللي ايه السابق لو جينا بقى على الفايدة البسيطة بسماع لانا الراجل اول سنتين بيدفع الفموتين جنيه بدمهم الفايدة طبials سنتين سنة القول الف ومتين والسنة التانية الف ومتين دول بدول الفايدة ابتدى بقى يجمع ما بين القسط والفايدة من السنة التالتة دفع في اول سنة القسط اللي هو تلات تلاف جنيه بالاضافة ل الف ومتين دفع اربح تلاف ومتين جنيه دفع القسط تلات تلاف جنيه في السنة الرابعة بالاضافة لتسعمائة جنيه قسط بقى تلات تلاف تسعمائة جنيه السنة اه اللي الخامسة دفع تلات تلاف جنيه باضافة لستمائة جنيه بقى تثري تلاب ستة ومئة جنيه فانا فاك الاخرام ده مش حافظه انا مش حافظ الاخرام ده انا حافظة انا مش حافظة الالقاة بس انا فهمها انا فهم عشان كده ما بقولها ما هوقول لك اما يزي واحد واحد هي حفظ جدول? هفظ جدول ازاي? بس انا حفظه الحفظ جيد ايه? من فهم? انا فهمت الجدول عشان كده بقولك الجدول موجود فيه ايه? منتي لو فهمت الشغل حتبعرس اقوله. المعروف كل سانة بينزل اه الفين. في في سماح بينزل تلاتة. فبضرب دي في عشرة في المية بيديني كزا. ده لا عرف. ده اللي فهمه انا. اما بالنسبة بقى للطريقة التالتة. انا بتكلم في حاجة معينة. تلاحظ هنا ان الراجل بيدفع على مدارس ست سنوات مبلغ واحد. المبلغ بيدفع على مدارس ست ايه سنوات. اللي هما الفين سبعمية خمسة وخمسين جنيه ينفحهم من اول سنة لاخر ايه سنة. ده بالنسبة للنوع التالت اللي هو فايدة مركبة بدون سماح. عايز ناخد بقى النوع الاخير اللي هو الفايدة المركبة بسماح. الفايدة المركبة بسماح. تسديد اصل القرض والفايدة المركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متسوية بفرض وجود فترة ايه سماح. بفترة وجود. ويتم في هذه الحالة تسديد فايدة القرد خلال فترة السماح خلال فترة السماح ثم يتم دفع اقصاد سنوية متساوية خلال فترة متبقية للقرد تمام نفس الكلام الراجل قال له انت واخد القرد ست سنين حتدفع القرد على اربع سنين انا حديك سنتين الاولين ايه سماح نفس الكلام الراجل انت واخد القرد ست سنين حتدفع القرد على قده يا استاذ هدفعوا الاربع سنين. يعني اتنشر الف جنيه هيدفعهم على الاربع ايه سنين. انما السنتين الاول هيدفع فهم بايه بس? هيدفع فهم الفايدة ايه بس. طب تعاني شوف ازاي الكلام دي. مساء. مساء نفس المساء. هو نفس المساء. بس ركز في المسال ده. حصل صاحب مشروع على قرض قيمته اتناشر الف جنيه. لمدة ست سنوات. اتناشر وبفايدة سنوية مركبة عشرة في المية. ارقام كلها جات ايه. ارقام الاربع حاجات جوم عندها. قيمة اصل القرض. اتناشر الف جنيه. المدة ست سنوات. اه فترة السماح سنتين. الفايدة مركبة عشرة في ايه? في المية. والمطلوب تقدير المبارغ التي يدفعها المقترض سدادا للقرض سنويا. بعلما بان عامل استرداد رأس المال مقابل لسعر الفايدة المسكور عندها اربع سنوات. ايه بعد فترة السماح هو تلاتة علامة ثلاثة واحد خمسة سبعة اربعة سبعة. هو 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 عطيني عطيني عندها اربع سنوات ليه? مع ان قيمة اه مدة القرض ست سنوات. ايه استاذ تلسة بتقول اهو? تهت والليه? وعطيني سنتين سماء. ايوة صح? ايوة صح? انا صح? عطيني سنتين ايه? سماح. ازن حل المسال. المبارغ التي يدفعها المقترض خلالي سنتين اوليين فترة السماح هي ايه يا اولاد? الفايدة يا استاذ. الفايدة يا استاذ. تمثل تمثل قيمة الفايدة المقررة على اصل القرض والتي تحسب من المعدلة التالية. قيمة الفايدة بتساوي قيمة القرض في سعر الفايدة. المدفع المدفع في اول سنة هيساوي 12000 جنيه في 10% بالفايدين جنيه. المدفع المبلغ المدفوح في السنة التانية اه 12000 جنيه في 10% بالفايدين جنيه. المبلغ التي تنفحها المختلف خلالي سنوات الاربع الاخير. احنا خلينا في سنتين اوليين. دلوقتي الرجل اسام لي اسام لي المسألة نصين. او جزئين بلاش نصين عشان نصاص. هما ست سنين. جزء السنتين الاولينيين وجزء الاربع سنين التانية. السنتين الاولينيين اللي هما مكتوب لي فيهم ايه? سماح. سنتين سماح. هتفع فيهم ايه يا استاذ? قالك هتفعه فيهم. السنة الاولى. زي المسألة اللي قبل كده. هتفع فيها الف وموتين. والسنة التانية هتفع فيها الف وموتين. اللي هي الفايدة. هتفع الف وموتين في السنة الاولى. والف وموتين في السنة التانية اللي هي الايه? الفايدة. انما شغل اللقصات هيبدأ من السنة الكام التالت. هيبدأ من السنة التالت. ازل قيمة اصل القرض الذي الذي يليم يسدد منه شيء. يساوه 12000 جنيه. صح الكلام. انا متكلم باقي على بديته سنة التالتة اللي هو التالتة الرابعة الخمسة ستة اربع سنوات اربع سنوات معدل الفايدة عشرة في المئة الاجل المتبقي من القرض اربع سنوات الاجل المتبقي من القرض اربع سنوات عامل السرداد رأس المال هو علامة تلاتة واحد خمسة اربعة سبعة عند الاربع ايه سنوات ايه الهلا في المثال عند الاربع سنوات بتاع الاربع سنوات مش بتاع الستة زي دوك دوك كان بتاع الستة على بعض ده بتاع الاربع حيساوي كذا اذا القسط السنة والسابت خلال الفترة متبقية للقرض يساوي اتناشر الف جنيه في المبلغ ده هو اللي هو علامة ثلاثة واحد طبعا ندره بالآن الحزبة وهي حيطلع للرقم تلات تلاف سبعمية ستة وتمانين جنيه تلات تلاف سبعمية ستة وتمانين يبقى انا اذا انا هدفع في خلال السنة التالتة والربعة والخمسة والستة مبلغ كل سنة فيهم تلات تلاف سبعمية ستة وتمانين جنيه بالاضافة للسنتين الاولانيين لانا دفعت بالاولانية الف ومتين ودفعت بالتانية الف ومتين تلا شوفون كده السنة الاولى دفعت قسط السنوي دفعت الف ومتين جنيه ليه؟ فايدة سنة التانية قسط السنوي دفعت الف ومتين جنيه ليه؟ فايدة سنة التالتة الرابعة الخمسة, الستة من الفترة المتبقي تلت تلاف سبعمائة ستة وتمانين جنيه وانت مشي كده المجموعة المبلغ كله سبعتاشر الف خمسائة واربعين جنيه تحتالي اكثر من المبلغ خديقة المبلغ مسدد في وجود حال سترة سماح هو سبعة سatar الف وقمسائة واربعين جنيه وهو اكبر من المبلغ المسدد في حال عدم وجود سماح المسال الساوق هو ستتاشر الف وخمسائة وتلاتين جنيه يعني ازيد من الف جنيه ومكسور يبقى انا الراجل البنكي بدينا سماح بس بيشتغلني من ناحية التانية بيشتغلني من ناحية التانية تمام يا شباب يبقى انا كده عرفت اربع طرق لتسديد القروب اربع طرق لتسديد القروب طريقة الاولى تسديد اصل القرض والفايدة عليه بالفايدة برسيطة بدون سماح تسديد اصل القرض والفايدة عليه فايدة بسيطة بسماح تسديد اصل القرض بفايدة مركبة عليه بدون سماح تسديد اصل القرض بفايدة مركبة عليه بسماح عرفنا دي ودي يبهمة حبيت تحسبهم اربع طرق تسديد القروب يحسبهم طريقتين كل طريقة لها شقين يحسبهم المهم في النهاية لو جات لك اي مسألة من مسائل الاربعة لانا عرضناهم دولك نفس الشكل نفس شكل المسألة التغيير حيبه في الارقام بدلا ما اتنشر حيبه عشرة بدلا ما اربع سنين حيبه خمس ست سنين ثمان سنين بدلا ما عشرة في المية حيبه تصير في المية كلام من ايه ارقام فقط طيب لما انت فاهمي اساس سيبك من ارقام قامت اشتغل معاه انت اللي تشغلها مش هاي اللي تشغلها مش هتروح تحفظ للاحمة هيك اجابه على التلفزيون يبدوها ليجي في الامتحان ارقام غير كده لا لا ارقام دي حاجات انا بنلعب فيه بس انا فاهم الاساس انا قلتلك انا انا قلت حافظ الجدوى قلتلك حيتفع كذا لان انا عارف فاهم اللي موجود في الجدوى مش حافظ اللي موجود في الجدوى يعني انا لو غيرت انا لو غيرت المسألة وحطت بدنة نصر الف جنيه خلتهم خمسار الف جنيه وغيرت الفايدة وغيرت العدد السنين حكرونك الجدوى برض لو جبتنا اي شكل حكرونك برض لانا فاهم الجدوى بالعمل ازاي يبقى انا عايزك تفهم كذا تفهم المسألة تحال ازاي مسألة هتجينا اي نوع من الاربع على الاربع الاربع اسهل من بعض فاهمهم هتقولهم في الامتحان هتحلها وانت قاعد باشا وتجيب معاك درجة ممتازة ترفع معاك العملية على طول فانا بقول لك جيلك مسألة قدامة تسدد القرون شوف اصل القردة قد ايه الفايدة قد ايه المدة القردة قد ايه فيه سماح ولا ما فيه السماح انا متكلم عن طرقتين الاولينيين متكلم عن طرقتين الاولينيين طب هو ما جاب ليش مسألة في طرقتين الاولينيين جاب لي مسألة في طرقتين التانيين تمام اصل المبلغ قد ايه المدة قد ايه الفايدة قد ايه معامل السرداد قد ايه لو ما فيه السماح او فيه سماح لان المسألة لو ما فيه السماح الجدوة البتاع هيطلع كله زي بعض الست سنوات مبلغ واحد ست سنوات مبلغ ايه واحد من اول سنة الاخر سنة انما لو فيه سماح مثلا اعطاني سماح سنة او سنتين هتلاقي السماح مكتوب فيه الفايدة بس والمبلغ بتاع الاربع ايه السنوات او الخامس سنوات البقيين هيبقى كله ايه سايه بعض تمام كده كده فهمتوا حاجة من الاربع مسألة دولار تمام كده كده انا انا كده الميت الحمد لله بالوحدة الرابعة تاعت التموين عايزين ندخل بقى على الوحدة الخمسة وحدة خفيفة كده وشيقة وحاجات acceptable anytimeцу Monster عندي كراجب صاحب مشروع زراعي صغير الي هي القوائم المالية للمشروعات الزراعية الصغير القوائم المالية للمشروعات الزراعية يعني ايه القوائم المالية يا شباب يعني حاجات مستلدان موجودة عندي في المزرع بتاعتي او في المشروع بتاعي يجب علي الماشر satu عن كل حاجة موجودة في البتائج. كل حاجة موجودة في المسرعة بتاعت. قوائم مالية من الأمر الأساسية في المشاريع. تمكن استخدامها في تقييم المشروع من ناحية المالية وتحديد أي كم مشروع يستحق الاستمر فيه ولا ما يستمر فيه. انا حامل قوائم مالية. اربح خصائف. انا رفهم دلوقتي دي. اه ميزانية عمومية. اه كلام التدفق النقدي. كل الحاجات دي بتعرفني انا مشروع ده شغال صح ولا مش شغال صح. شغال صح ولا مش شغال صح. قال لك وسوف يتم بفزير واحدة دراسة قوائم مالية الرئيسية المشروعات الصغيرة. وتتسمى اسأل فيه قائمة الدخل للارباح والخسائر. قائمة المركز المال او المزانية العمومية. وقائمة الدفقات الايه? النقدي. تلات حاجات هندرسهم على المشروع. انا بدرسهم ليه يا استاذ? دي بتعرفني المشروع شغال ازاي? ايه اللي فيه? ايه اللي طالع منه? ايه اللي دخل فيه? ايه امكانياته? ايه طريقة الحاجة دي. اول حاجة هنتكلم عن قائمة الدخل او الارباح والايه? والخسائر. قال لك يا قائمة تلقص النشاط المالي للمشروع الزراعي الصغير. عن فترة زمنية معينة سنة او اقل او اكثر حسب الحاجة اليه. وتعد هذه القائمة من خلال المعدلة الاتين. بقول لك قائمة الدخل او الارباح والخسائر. يعني انا ربحان ولا خسرات. ربحان ولا خسرات. هبقول لك صاف الدخل. الايرادات الكلية للمشروع. ناقص بدخل اكتر ما بياخد يبنى كزباب. مشروعي بياخد اكتر ما بدخلي يبنى خسران. دي قلف به. صح كلام? دي الفايدة او الدخل. دخل بتاعي. صاف الدخل بتاعي. انا ايراداتي اكبر من مصروفاتي يبنى مشروع بيكسل. ايه مصروفاتي اكبر من ايراداتي يبنى مشروع بايه? بيخسل. يبنى مشروعي بيخسل. يبنى قائمة الدخل دات المشروع. اول المعدلة ديت نعرف منها في ربح ولا في خسارة تقل خسارة منين اذا كانت الارادات اقل من المصروفات يقل ربح منين اذا كانت الارادات اعلى من المصروفات تمام ويظهر بهذه القائمة ارادات ومصروفات المشروع خلال فترة زمنية معينة وتمثل ارادات تدفقات الدخل للمشروع من المواد المتاحة وفي حين تمثل المصروفات تدفقات المواد المتاحة الخارجة من المشروع وتظهر هذه القائمة بالشكل الآن هذا الشكل القائم قائمة الدخل بتاعت المشروع بفترة كذا كذا اول حاجة اجمال الارادات المشروع مبيعات المشروع اي ارادات تانية غير المبيعات تمام يا شباب ده الارادات ده الحاجات اللي دخل المشروع ده الحاجات اللي دخل المشروع حاجة تانية اسروفات المشروع مسروفات التشغيل مسروفات عامة مسروفات اخرى هنسجلها هنا تمام كده يبقى انا سجلت الارادات هنا والمصروفات هنا صاف الربح او صاف الخسارة حيسوي واحد نقص اتنين واحد نقص ايه اتنين اذا كانت اتنين اكبر من واحد يبقى خسارة اذا كانت اتنين اقل من واحد يبقى ايه ربح صح الكلام وصلت يبقى انا عن طريق القايمة دهية بعرف ان مشروعي كسبان ولا خسران كسبان ولا خسران ازاي استاذ سجلت انا الارادات كلها اللي دخلت عندي وسجلت كل المصروفات طلعت من عندي وطلعت دي من دي طلع لي يا اما ربح يا اما ايه خسر. يا ام ربح يا ام خسر. تمام? تمام يا استاذ. طيب. بيتكون من ايه بقى? قائمة الايه? الداخل دي. قال لك اول حاجة الارادات. اي ارادات بتخش المشروع بتاعي. زي ايه? تعاني شوف كده اوه. تنشأ الارادات نتيجة المبيعات السلع. اول حاجة المبيعات. التي تم انتج. انتجت سلع وبعدتيه. او اداء خدمات للغير. او خدمت الغير في حاجة. عملت له حاجة خدت ايه? ابلها فلوس. وتحصل منشاقة زراعية على نقدية مقابل التخلص من ملكاتها ازا قامت ببيع سلعة ما او خدماتها. يعني ايه بقولك ان هي? بعت حاجة وخلت فلوس منها يعني. وعملت خدمة للغير. وحصلت على قيمتها. فانها تحصل على نقدية. اما ازا كان البيع بالاجل. فنتيجة لذلك ينشأ حساب المدينين. الذي تحصله نقدا فيما بعد. والمشاهد زراعية علىها تربل اضط سوانك ماس. ايه مم يال الكلام بقولك ان انا بسجل في كل حاجة بعملها في مزرحتي او خارج مزرحتي بالدر اللي داخل. انا مسلا خدمت مزرعة اخرى في حاجة تانية. في موضوع تاني. عملت لهم اي خدمات. قدت لهم اي جرارات من عندي شغلت عندهم. قدت لهم ما كان عمل عندي عندهم كزا. لازم اجرب لداخل. صح الكلام? اه انا انتجت سلع عندي وطلعتها جابت لداخل. عملت اي حاجة كل مجموع الارادات اللي داخلت عندي المزرعة بتاعي. بل ارادات مجموع كل حاجة داخلت عندي فيه في المزرعة. دي الارادات. طب نشوف التكليف تكليف بقى. قال لكم ايه? وممكن تقسيم الارادات. ايه ارادات مباعات رئيسية سنوية. يعني مهم ايه? زي الكلام اللي قلناها. مباعات بيعناها وبيعنا حاجات تانية وعملنا خدمات للناس اللي ايه? اللي جرلنا كمان وخدنا عليها في الول. دي كل انواع ايه ارادات. طيب المصرفات بقى. المصرفات. عكس الارادات. اي حاجة بنصرفها في المشروع بتاعها. كل المصاريف. المصرفات يا جميع القيم النقدية المتدفقة من المشروع للغير. في سبيل تحقيق ارادات. في تأخير الارادات. وهي القيم النقدية الموارد المستخدمة في مواصلة المشروع خلال فترة زمنية معينة مجل حصولها على الارادات. يعني انا بصرف عشان اجيب ادوار الارادات. ما هو لازم كده صحيح? هو انا عشان اجيب اراد. عشان اجيب سلعة وانتجها وابعها. واجيب فلوسة. مش هزا ما صرف عليها? يبقى هي المصرفات وسيلة للارادات. زي ما بقولك كده. المصرفات وسيلة للارادات. لان انا بدون بدون من غير مصرفات مش هجيب ارادات. من غير مصرفات ولا هجيب الارادات الاول بعدين هجيب المصرفات. فهمين كلامي? انا اللي بجي الاول انا اللي بجيشتغل الاول المصرفات. لان بدون مصرفات مش جاية الارادات. وصلت? وصل. اي حاجة بصرفة في مشروع بسمها ايه? مسروفات. مسروفات تشغيل. تكاليف نتعم في مشروع في تصنع البضايع. مسروفات عامة. زي m labour والتليفونات والبرد. مسروفات اخرى. اي مسروفات اخرى. يعني غير الحاجات اللي ايفه? اللي فوق دي ايد. اي نوع ممامه مصاريف اي حاجة تطلع منها فلوس ليه? من مزرعتي بسمها ايه? مسروفة. زي ما قلت اي حاجة بتدخل فلوس. هي ايه? ايرادات. اي حاجة برضو بتطلع فلوس من المزرعة بتاعتي بسميها مصروفة بسميها ايه مصروفة بطرح المصروفات من ارادات الدين الايه صاف الربح يبقى صاف الربح ده هو كان الفرق بين او الزيادة في ارادات المشروع في الفترة المحاسبية عن مصروفات تلك الفترة يعني انا ايه الكلام اللي انا بقوله لك كده بقوله لك بكلام يامع عشان ايه لتوه بس هو اللوقت صاف الربح هو ايه فرق ما بين المصروفات والارادات بس ارادات ناقص مصروفات الصفحة. يبه هو الفرق بين الفرق بين الزيادات في ارادات المشروع عن الفترة الحسابية عن مصروفات تلك الفترة. فإن ذلك هو يسمى صاف الربح حالة الزيادة بنود المصروفات عن بنود الارادات. فيكون هناك الناتج صافة او خصائف. مهم يعني بقول لك ان صاف الربح ارادات ناقص ايه مصروفات. ارادات ناقص مصروفات. تمام يا شباب? ده شكل قيمة الدخل. شكل قيمة الدخل. لو بصنا كده. هتبسك نمرة واحد. ارادات. هو عطيك مبالغ. يعني عشان يجمع حالك في الاخر يقول لك لصافي كذا. عطيك مبالغ. احنا ما ننزم لاش المبالغ. ننزم لنا شكل قيمة. ارادات زي ايه? مبيعات المشروع مبلغ كز. ارادات اخرى مبلغ كز. اجمال الارادات طلع على المبلغ ده. تمام كده? ده الارادات. ده اللي دخل للمشروع. انا بيع ودخلت ارادات تانية. ده ده المشروع. المصروفات. النمر به. الانتاج كازي. بيع وتوزيع كازي. ادارية وعمومية كازي. مصاريف اخرى كازي. اجمال المصروفات كازي. تمام كده? تمام. يبدأ اخذت ارادات ومصروفات. بقول لك بقى الارباح قبل الخاصم الضرايب. هنترح به من الف هيديني كازي. قبل مخصم الضرايب. مش فيها عليها ضرايب برضو الحكومة. عليها ضرايب. قيمة الضرايب مبلغ كازي. يبساف الارباح بعد خاصم الضرايب. ايه? المبلغ دي. ده قيمة الدخل. بتاعي انا كمشروع بمشروع او صحيح بمشروع. قيمة الدخل. بانا دخل ده قيمة الدخل دي بتعرفني على المشروع بتاعي ناجح ام فاشي. بناجح ام فاشي. عن الطريق ايه? ايرادات المشروع. لدخلالي. مصروفات المشروع الخرجالي. نطرح دي من دي الدين صفر الربح. صفر الربح. ان انا لو عندي ربح يبقى مشروع ناجح. لو ما عنديش ربح يبقى مشروع ايه? خسرها. كده ايه نهاردة مش هستطول عليك. عشان يعني ايه? ايه? احنا خلصنا طرق تسديد القروض. ودخلنا في الوحدة الخامسة بتاعة القوانين المالية. اتكلمنا بس عن الموضوع الاولان لقيمة الارباح والايه? والخسام. ان شاء الله في الحالة اللي جاية بإذن الله هنكمل بقية ايه? انواع القوام التانية. بس اتمنى من الله ان يكونوا المعلومات وصلت لكم. يكونوا فهمتوا حاجة النهاردة. وتمنى لكم التوفير والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.